اه ايه سميح إذلك يا حبيبي عامل ايه وحشتني يا وله بقولك ايه اشحل كرتب خمسين اه خمسين صافي غصي بقالك كتير مدخدش على استجرام وطلق الفلوز تعبانين الفلوز يا دي الفلوز اللي همه بيتابعوني يا وله يا عم سوحي يا عم سوحي خليش حل انا كمان حاضر واش حل لعمك محمد يا ابن كرتب عشرين لا بخمسين ليه بعشرين شميعنا انا شميعنا يا محمد انت هتقرن نفسك بيه أنا مش باهدتك ولا جيت جنبك أصلاً ماشي يعني خلاص فقل لأ متوكلتش معايا تانا هوا ده انت اللي بتكلم معي أصلاً وحش متكلمش معايا كلم مع صحبك أصلاً بتكلمني ليه أصلاً خلاص يا عمّا مش هكلمك ماشي أمتى إيه إيه كمان أه سامحي بقعت لي كارتب 50 شحن لي كارتب 50 خلاص ايه؟ لا يه ش... أه؟ شحن لي كارتب 50 يا ده سامحي بقعت لك إنت وقعتش أنا؟ إزاي الكلام ده؟ طب معلش يا أستاذ محمد يعني ممكن تديني التليفون اتصل بساميح بس بعد إذنك ما تتكلمش معي أتكلم سحابك سهاجي بقى تتكلموا براحتك سهاجي بقى اي حدتين لكن أنا لأ ماشي اجمع يا عيان منك ليه كله يوقف طبور ايه ده بقول كله اجمع هنا في الطبور وانا ماليش كلمة ولا ايه معلش يا سهاجي بيه ممكن تديني التليفون بتاعك بس اكلم ابن ساميح وهتقوم تقف في الطبور اه اه وتحترمني ايه ايه يا سلام تتقمر عن مصطوح يا عسل الله خليك هد في رصيد كتير الله خليك يا حبيبي تسلم ولا الحوجة اللاس اللي ما عندهاش زوق اللي بتشهد قالوا ايه ساميح لا يا ابن ده مش تليفوني ده تليفون عمك سهاجي ايه انت تبعت رصيد للواد محمد اه تبعت ليش رصيد انا اه ايه ده هوش حلك يا محمد ايه طب بقولك اه عم السلوح يا عسل ايه ما تخليش حلي حاضر يا ساميح معلش يبعت رصيد لعمة سهاجي وما تسأل يا قالوا قالوا ده الرصيد خلص يا سهاجي ده ما فيوش رصيد اصلا رصيد ايه ده انا لسه شاحن من اسبوع بجنيه ونص يعني نكمل بجنيه ونص ايه بس ايه ده ده انا جالي رصيد بخمسين جنيه اكيد ابنك ساميح اللي بعت ايه ده هو ايه ده ورده ببعت ليه كنت وما بعتليش انا ولا ايه ما تورني معلش يا سهاجي هاتصل اتصل تاني معلش لا كده الرصيد يخلص معلش يا سهاجي بعد ايه طبس ما تططرش حاضر حاضر اه يا ساميح يا ابني انت ما بتفهمش يا ابني يا ابني انا ابوك يا ابني تبعت لعمامك وما تبعتش الابوك فيه ايه طلعت تجيب فلوس من البيت فلوس ايه يا ابني انت ما عادش فلوس لا كده الرصيد يخلص بقى خلاص ايه ده اشتركوا في القناة